اشتركوا في القناة ومشكلة الحاصلة بين طلبة العلم والاخوة هناك في اندونيسيا فقد طلعت الاوراق المرسلة مع المذكرة والكتيبة الذي معها ورأيت انه بارك الله فيكم مما قرأته عن الامر لا يتحمل كل هذا الشخاق وهذا الفراق الذي جرى بينكم وتسبب في اشكال بين الاخوة وطلاب العلم فانا اوصل اخوة هؤلاء جميعا من كلا الفريقين اولا ان يتق الله جل وعلا في هذه الدعوة ولا يكون سببا في تشويهها وتمزيقها وتفريقها فاهل السنة والجماعة اهل اجتماع واتفاق على الحق السلام ورحمة الله وبركاته واما اهل الاهواء فمن صفاتهم مفارقة الحق ومفارقة اهل الحق وعدم الاجتماع فيجب ان تتق الله جل وعلا في هذه الدعوة ولا تشويهها بمثل هذه الافعال ثانيا يجب ان يرجع المخطئ عن خطأه ايا كان من اي فريق وان كان من الاخ لقمان خطأ يجب عليه ان يرجع عنه وان كان منكم خطأ ايضا يجب عليكم ان ترجعوا عنه ومناولة هذا الامر والنظر فيه لا يخضع للحظوظ النفس والامور الشخصية انما ميزان ذلك هو المنهج السلفي الذي عليه الاجتماع بارك الله فيكم ثالثا هذه الاوراق انا رأيت فيها يعني كما قلت فيها بعض المآخذ وليست بالمسببة لكل هذا الذي جرى اصلا وبعض الذي ذكر ايضا يعني انا لاحظت على كتابة الاخوة يعني حتى الكتابة التي كتبتموها عليها ملاحظات تظنون انها مأخذ على الاخوة وهي حقيقة بالتأمل والتذكيك فيها مأخذ عليكم ايضا فما ودنا يتسع الخرق بارك الله فيكم على الجميع ويبقى هذا يؤاخذ هذا وهذا يؤاخذ ذاك فاتقوا الله فيما بينكم واصلحوا امركم وبالنسبة للاخ لقمان يناصح بالتي هي احسن للتي هي اقوى وانتم تتواصون فيما بينكم وتناصحون بعضكم وان يسر الله لكم مجيئا بينا هذا لكم جميعا الامر الرابع يجب ان تتوقف كل هذه المهاكرات وهذه الردود والكلام الذي في الخفاء والذي في العلن فقد تقولون او يقال انا نحن لم نتكلم نحن نلزمنا قد ارسلت نصيحة منذ مدة عن طريق لما استنصح الاخوة طريق الاخ عرفات فارسلت بان يكفل جميعا الكلام وعن الخوف ويبدو ان هذا لم يتحقق من كل وجه فعندي من الوثائق ايضاء ما يدل على انه يحصل قيل وقال وكلام وتأليب وهذا غير صحيح ولا يمكن ان يوافق عليه الاخوة ايا كان فالمهم بارك الله فيكم يجب ان تكف هذه المهاترات كلها وقد يقول قائل ان هذه المواقع ولا بعض المواقع ما نعرفهم غوغائيين او ما ندري عنهم او مدريكين لا هذا غير مقبول اذا كان لا يعرف فيجب ان من الاخوة ان يظهروا هذا العلن ويطلبوا من العموم ان يكفوا عن الخوض في هذه القضايا وهذه الامور والامر فيها الى المشايخ وتستمروا في دعوتكم من غير مهاترات والكلام فارغ هكذا يجب ان يكون هكذا تبرأ الساحة باذن الله من هولاء الغوغائيين لو لم يجدوا مجالا او مكانا من بعض الناس ما تكلموا ولا تجرأوا فقفوا عند هذا بارك الله فيكم وان شاء الله تعالى كما قلت ان يصر الله لكم مجيئا اظهرنا هذا مؤخذات موجودة وبعضها مكرر في الكتابات فيها تكرار كثير وفهمت من هذا التكرار التضخيم او التهويل وبعضها محل مأخذ لكن لا يرتقي لان تحصل به بسببه الفرقة وهكذا وبعضه قد رجع عنه وبعضها مؤخذات عليكم يعني على كل حال لا يسلم احد بارك الله فيكم فما هكذا يسعد تورد الابل هذا الذي يوجه اليكم في هذا اليوم المبارك يوم الاحد ليلة الاثنين الرابع من شهر شوال عام اثنتين واربعين بعد الاربعمائة والالف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رابع ايام العيد اخفقكم الله وسددكم وزادكم هدا وتوفيقا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا